في بلاد ما بين النهرين يخرج الماء هنا ليروي أرض العراق وهي بلاد النخل والخيرات وربما كان لكورونا الفضل في إثبات إنتاجية الأرض من اكتفاء ذاتي يعتمد فيه المزارع على محاصيل الخضروات والفواكه والتمور المزارعون نطقوا بفضيحة خطيرة تضرب أمل الزراعة العراقية من جهة ومن دخول استثمارات عربية تعزز جوانب التنمية الزراعية كما غيرها من الاستثمارات لكن طريق الاستثمار العربي مقطوع أمام الوصول إلى أرض الرافدين فيما يقول المزارعون ويصفونه باحتلال يهدف إلى التخريب على يد أحزاب متنفذة لا تريد إلا أن تحقق نفوذ أياد لدول جارة تعزز دعم فصائل خارجة عن القانون من خلال توفير استثمارات تدعم رفدها بالمال العراق لم يرغب في يوم من الأيام أن يكون بمعزل عن مجتمعه العربي كما العالمي لكنها الأزمات المتوالية التي تعصف به منذ زمن بعيد سيما ما بعد 2003 الحكومة شارعت بالشراكة مع الجانب المصري في التوقيع على 15 اتفاقية شملت مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والأعمار فيما الشائعات التي بدأت كما في كل مرة تعود لترسم في مخيلة العراقيين أن هذه المشروعات برب خيال أو تدمير لفرص عيشهم الكريم النفط مقابل الإعمار لم يتم أي اتفاق تحت هذا العنوان الوفد المصري الكبير الذي زار العراق مؤخرا وقع بروتوكولات وذكرات تفاهم مع الوزارات العراقية تعاون على مجالات عدة وقطاعات عدة تعاون اقتصادي استراتيجي في المقابل فإن الشروع بآلية عمل جديدة تتيح فرص البناء في كافة مرافق الدولة من اتجاهات اقتصادية واستثمارية يعتبر الباب الأهم والفرصة الأخيرة أمام البلاد لتعزيز سيادة اقتصادية تنقذ العراق من المجهول يمكنك تضيح العراق من المجهول يمكنك تخفي مستخدم العراق من المجهول الشركات في مستخدم thanع طريق المشكلة يمكنك تخفي الوزارة